السلام عليكم و أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أناس توكس معكم أناس شطارة هيا حتكون الحلقة الأولى من سلسلة الإكسل حنتدرج فيها إن شاء الله من درجة المبتدئ إلى الدرجة العليا ما بحب أحكا حالي أنا محترف لأنه ما أظن في صقف للمعرفة بالإكسل دائما كل يوم تتعلم شغلة جديدة المايكروسوفت إكسل غني عن التعريف برنامج جدا مهم وبنظم حياتنا سواء كانت حياتنا اليومية أو بالشغل تقريبا فيني أقول 95% من الأشياء اللي أنا تعلمتها تعلمتها بنفسي ولكن اللي لاحظته أنه برنامج الإكسل هو برنامج سهل ولكن الشخص اللي عم بحاول وصل لك الرسالة لازم يجب لك أمثلة سواء إذا أنت بتسعملها بحياتك اليومية أو يبسط لك إيها عادة بشكل عام لما أنا كون عم أدور على معلومة وهذا بشكل عام بلائي المحتوى بيكون كتير جاف أو ممل فلي أنا حاب أعمله بهذه السلسلة إن شاء الله حيكون نشرح فيها مفصل ولكن حاول جهدي إنه ما يكون ممل هحاول أني أجيب أمثلة نستعملها بحياتنا اليومية وإن شاء الله المحتوى يعجبكم بعض النسائح الصغيرة اللي بيبدأ فيها قبل ما بلش أحكي عن البرنامج اللي هو وضعية الجلوس تأكد أنك أنت قاعد على كرسي مريح حاطه بالوضعية الصحيحة حاطه الكمبيوتر قدامك سواء اللابتوب أو شاشة دسكتوب بوضعية مريحة لأنك أنت حتقعد وقت طويل سواء كان بالبيت أو كان بالشغل نقطة رقم 2 سهلت حياتي وعملتني كتير سلس بالتعامل أكتر مع إكسل اللي هو الكيبورد والماوس عادة بقول يمكن أكتر من 90% من الناس بيستعملوا اللابتوب اللابتوب الحلو فيه إنه نعم فيك تاخده لكل مكان أنت بتروح عليه ويمكن الكيبورد طبع يكون مريح ولكن لازم لازم يكون عندك ماوس وإذا كان عندك ماوس وكيبورد بيكون أحسن لأنه بهالطريقة هاي بيكون عندك سهل التعامل مع الخنات أو مع الصفوف متل ما نحن حنشوف النقطة رقم 3 هي التعامل مع الشورتكاتس أو الاختصارات بشكل عام أنت بتكون عم تتعلم المعادلات أو عم تتعامل مع الخاصيات اللي عندك إياها بالإكسل ولكن حضلك تنتقل ما بين الماوس والكيبورد كل ما أنت تعلمت الشورتكاتس كل ما صار الشغل تبعك أسهل هلا ما في داعي أنك أنت تتعلم كل الشورتكاتس اللي بالبرنامج ولكن أشياء الأساسية اللي بتستعملها تقريبا 90% أو 95% من الوقت هاي فيك تتعلمها وكتير بسيطة هحاول أني أذكرها وأنا عم تشرح أنا برأيي برنامج الإكسل ما إلو حد فيك أنت تستعمله بأي طريقة ولكن اللي أنا بحب دائما أبدأ فيه أني أنا أعطي أمثلة وإنت بعدين بعد ما توصل لك المعلومة فيك تطبقها أو تطبقيها بالطريقة اللي أنتو بتحبوها دائما أول شغلة اللي ببدأ فيها اللي هي عملية الجمع نتخيل أنك أنت رحت على المول واشتريت من أكثر من محل من ثلاث محلات وكان عندك ثلاث فواتير وإنت حابب تستعمل الإكسل عشان تجمع هاي الأمور مع بعض فمثل ما أنتو شايفين أنا شتريت جروسري شتريت فيول وشتريت من إلكترونيكس كمثال كان عندي ثلاث فواتير اللي أنا فيني أعمله أني تحت هوم لما أنا بدي أحسب التوتل فيني أعمل يساوي أختار الخانة الأولى أجمعها مع الخانة الثانية أجمعها مع الخانة الثالثة هلأ هو هذا الطريق صحيح ولكن في طريقة أسهل أنا حمسحها لما أروح على الهوم بالزاوية اليمين فوق شغلة اسمها أوتوسم أو الجمع التلقائي فيني لما أكبس عليها هو لحاله بيختار الخانات وبيجمعهم طيب وفيه إلىها اختصار جدا سهل اللي هو الأولت واليساوي مع بعض لما أنا بختار الخانة اللي تحتهم الخانة أو الخلية والله في كتير ناس بستعملوها بس أنا بحب أستعمل كلمة الخانة الخانة اللي بتكون تحتهم اللي هي خانة المجموع بكبس يساوي وأولت مع بعض أو أولت ويساوي مع بعض النقطة الثانية اللي أنا دائما بحب أحكيها ويمكن هاي تكون شغلة شوي شخصية انا دائما بحب لما تنعرض المعلومات او تنعرض الداتا يكون شكلها نضيف ومرتب يعني بحس في اشي بيجعني من جوة اذا انا الداتا كان منظرها مش حلو او مش مرتب فعندي عادة اني انا بختار المعلومات اللي عندي اياها وفي هون عن علامة مثل البوكس اللي بسموها البوردرز او الخطوط تتذكروا ايام المدرسة لما احنا كنا نسطر ونعمل الجداول فبنفس الوقت انت فيك تختار من على يمين من على اليسار هاي جدا بسيطة عادة انا بختار الالبوردرز فبتطلع منظرها بهالطريقة هاي الشغلة التانية بحب اني انا احط علامة فوق الجدول يعني بحب اعرف عن ايش بيحكي هذا الجدول سو مثلا بهالمثال هاد انا عندي الايتمز اللي هي الاشياء اللي انا اشتريتها وعندي البيت قديش انا دفعت حقها فانا حرد اعيد نفس العملية هعلم عليهم بعدين اختار البوكس بعدين في شغلة تانية بحب اعملها اني انا ارتبهم بهالشكل هاد هون لما انت تختار الخانة بتقدر انت تخلي الخط مثلا الكتابة تبدأ من اليسار تبدأ من اليمين او تكون بالوسط هاي بترتبها هي امور ممكن تكون شوي اساسية وشوي بيسيك او انت بتستعملها بالمايكروسوفت وورد او باوربوينت بس انا حاب بهالسلسلة هاي اني انا اغطي كل اشي بحيث انه حتى لو كان شخص اول مرة بيستعمل برنامج يقدر يفهمها الشغلة التالتة اني انا بحب الون الجدول دائما بداية الجدول بحب احطها بلون واحدة من الواني المفضلة اللي هو الازرع الفاتح وعلشان تشد انتباهي بحب اعلم عليها واختارها تكون bold او تكون بالخط العريض هلأ منيجي على الاختصارات عكل اشي انا عملته عادة اذا انا كبست حرف الalt هتلاحظ عندك فوق بالزاوية اليسار هيطلع عندك حرف ال f h n p وهالاحرف هاي معناها انه اذا انا بدي اروح عند ال home بكبس h بعد ما اروح عند ال home فيني انا اختار مثلا حرف ال x هون بيعمل cut حرف c بيعمل copy f p بيعمل format painting وهكذا طب انا شو الفائدة من هاي عادة متل ما انا بدأت بالفيديو وحكيت انك انت بتحتاج تتعلم الشورتكات تخيل انك انت بتشتغل 10 ساعات باليوم والشورتكات قدرت توفر معك 10% من وقتك هاي ساعة كاملة راحت بس على الاختصارات او انت اختصارتها من وقتك وقديت نفس الوظيفة وعطتك نفس النتيجة سو بنرجع للأول هلا انا بكون عينت على المعلومات اللي انا حابة بني ارتبها بعمل alt h معناها home بعدين حرف ال b اللي هو borders التخطيط اللي انا حكيت عنه قبل شوي بعدين حرف ال a اللي هو all borders يعني انه بخطط عليها من كل مكان فهو عشان انا اتذكرها بسرعة هي alt بعدين h بعدين b بعدين a alt hba اللي انا عملته اول اني انا جبت ورقة صغيرة وحطيتها جنب المونيتر وكنت اكتب كل الاختصارات اللي انا بستعملها كل يوم سوى لما اشوف alt hba او alt fp صرت انا قادر احفظها طبعا بالممارسة كل يوم اخدت مني يوم او يومين وخلص صرت انا احافظها على مرة السنين وعن جد ما عدت افكر فيها صارت حركة جدا طلقائية اني انا اسويها so alt hba هي بتخطط الجدول بعدين اذا انا بدي ارتب الكلام يكون بالمنتصف هي alt h a c هي جدا بسيطة وجدا سهلة هلأ انت ما في داعي انك انت تلتزم بالاختصارات اللي انا بعملها يمكن انت تتعلم اختصارات تانية او يكون بستعمالك اليومي اشياء تانية انا ما بستعملها ولكن انا حبيت اورجيكم شو الطريقة اللي انا بسويها اخر شغلة هو عادة المجموع او total بالاخر انا بحبه يكون بالخط العريض ويكون لونه باللون الاخضر هلأ انتو كمان ما لازم تلتزموا بالالوان ولكن خلص انا صارت عنديها طبيعية لما انا اجي اطلع على اي جدول انا مسوي دائما لما اشوف الخط الاخضر بعرف انه هذا نهاية الجدول وهذا هو المجموع فلما انا كون عم اطلع على اشياء سواء انا دفعتها او فلوس حتيجيني دائما بقدر اعرف وين التوتل وبيدر اني انا اتبعه تكملت المثال اللي احنا بلشنا فيه انه هاي هي الجدول اللي انا عم تابع فيه الاشياء اللي انا صرفتها سو كمثال هون انا صرت دافع 1500 دولار على الالكترونيكس لو انا نزلت بعديها بيوم واشتريت كمان غراض وبيدي اضيف عليها اللي انا فيني اعملوا انه انا بخلي هاي الخانة بخليها معادلة سو باجي قبل ال 1500 بحط يساوي بعدين بعمل زائد وبضيف اي اشي انا بديها سو مثلا زائد 200 دولار هيك انا بعرف انه هاي المعادلة انا ضفت عليها وبهالطريقة هاي بكون انا ضفت على المجموع لاحظوا لو انا ما حطيت علامة اليساوي وحطيت زائد على طول مثلا 200 زائد 500 حيتغير عندي المجموع ليش؟ لانه ما اخدها كمعادلة اخدها كخانة عادية ولكن اذا عملت لها ادت وجيت باولها وحطيت يساوي حياخدها كرقم في شغلة انا هلأ عملتها ولاحظت اغلب الناس على اليوتيوب او اللي بيعملوا كورسات ما بيحكوا عنها وهي اكتر اكتر زر يمكن انا بيكبسه بالاكسل اللي هو ال F2 عادة اذا انا بدي اغير مثلا رقم 150 يا اما بعمل عليه double click يا اما اني انا بختاره وبطلع فوق على مكان المعادلة وبكتب عليه ولكن اذا انا حاب استعمل الكيبورد بدون اني المس الماوس باجي على الخانة وبكبس حرف ال F2 ال F2 بيخليني اني انا اعمل edit بدون ما امسك الماوس سو بضيف عليها بنقص عليها بعمل اللي بديها النقطة الثالثة باستعمال ال اكسل اللي هي الرسم البياني هاي من اكتر اشياء انا بحب اني استعملها لانه عادة ممكن يكون عندك جداول طويلة وارقام وممكن تكون شوي مملة اذا انت كان عندك رسم بياني هتقدر تتوضح لك الصورة وتقدر تشوف الصورة بشكل كامل يعني فبكل بساطة اللي انت بتعمله انت بتعين على الجدول اللي انت بدك ياه بعدين بتروح على insert بتختار recommended charts recommended charts البرنامج لحاله هو بيقترح عليك رسومات بيانية سواء اذا كانت pie chart او اذا كانت bar charts اذا انت حبيت تشوفهم كل ياتهم فيك تك بس على all charts وتشوف كل الاشكال اللي عندك ياه سواء اذا حبيتها تكون line اذا كانت bar اذا كانت مثلا بشكل خريطة اذا انت كان عندك دول العالم اذا كانت على شكل radar او pie chart اللي انت بدك ياه على حسب الاشي اللي انت عم تدور عليه هلا نحن نختار اللي هو الاشي اللي كل الناس تستعمله اللي هو ال column ال column شكله بهالطريقة هاي بعد ما انا اختاره فيني اعمل عليه edit باللي بديها سوى مثلا كلمة price او عنوان الرسم البياني بغيرها بسميها my expenses يعني مصاريفة طيب هلا هو لونها ومنظرها جيد ولكن ما عجبني سوى بكل بساطة اللي انت بتروحه بتكبس على chart design فوق بعد ما تختار الرسم البياني وبعدين انت بتشوف الشكل اللي انت بتحبه انا عادة بحب هذا الرسم بعدين من على اليمين عندك كامل الحرية انك انت تتحكم بالاشياء المعروضة سواء اذا حبيت مثلا error bars او data table بحيث انك انت عم تورجي الرسم البياني ومحطوط تحت القيمة من الجدول اذا انت ما حبيت تعرض الجدول فيك انت تطفيها بعدين تحط data label انا بشكل عام بحب اني احط data label لانه بقدر اشوف كل جزء منها قديش كلفت سو مثلا اذا طلعت على total او الالكترونيكس بقدر اشوف الرقم بقدر اعرفه على طول طبعا بما انه هذا الرسم البياني مربوط بالقائمة او بالجدول اللي انا سويته اي تعديل بيصير على الارقام هيغير شكلها كمثال لو انا رحت على الفيول وضفت الف كمثال هتلاحظ انه الرسم البياني كلها تختلف النقطة الرابعة وتكملة على المثال اللي هو انا ضفت اشياء تانية على الجدول وحتلاحظوا انه الرسم البياني طبعا اختلف حنشيل الرسم البياني على الجنب وحنتكلم بس على الجدول فقط للمثال هاد انا حامسح total بعدين اللي انا حعمله اني انا بدي ارتب المعلومات يعني كمثال بدي ارتبهم ترتيب ابجدي او بدي ارتبهم من الاعلى قيمة الى الاقل او بالعكس طريقة جدا سهلة اللي انا بعمله اني انا بروح على الهوم بعدين على اليمين في شغلة اسمها sort and filter وبعدين بفعل خاصية الفلتر الفلتر متل ما انتم ملاحظين طلع لي سهم هلا هذا السهم بتحلي كامل الحرية اني انا ارتب الجدول بطريقة اللي انا بدي اياها كمثال لو انا رحت على items واخترت اني انا السيارة والالكترونيات بنفس الوقت بس هدول اللي انا بدي اشوفهم فبتلاقي انه لحاله الجدول بس ورجاني وبنفس الوقت حتى كمان الرسم البياني اختلف لو انا حبيت امسح الفلتر ما في داعي اني اختارهم كلاتهم مرة واحدة فيني بس اعمل clear filter وهيك بترجع قيمتها متل ما كانت لو انا حبيت ارتبهم ترتيب ابجدي بكبس على items بقل له sort A to Z يعني رتبهم من الالف الى الياء او اذا انا حبيت ارتبهم from Z to A من الياء للالف حتى كمان نفس الوقت لما انا اروح عند السعر فيني ارتبهم من الاصغر قيمة الى الاكبر او بالعكس من الاكبر قيمة الى الاصغر هذا هو كان درسنا الاول وبتمنى انكم تكون استفدتوا لا تنسوا تعملوا like و subscribe اذا استفدتوا منها وبعتوها لأحد خليه كمان يستفيد منها شوفكم بالحلقات الجاية